زي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة يمكن تمرينة الصباحية ده كان برنامج النادي الاهلي النهاردة تمرينة الصباحية بقيادة ميستر كولر الحمد لله طمنا من خلالها على جهزية كل لعابة النادي الاهلي للمشاركة مع الفريق طبعا قائمة الفريق لسه لم يتم الإعلان عنها وميستر مرسال كولر قرر أنه يصطحب كل لعابة النادي الاهلي معاه وهناك هيتم الإعلان عن القائمة النهائية اللي هتشارك فيه البطولة النهاردة الصباح كان فيه تمرينة أخيرة في القاهرة طبعا قبل رحلة السفر ويمكن من وقت قليل اتحركت البعثة لمطار القاهرة عشان تستقل الطيارة في طريقها بإذن الله للمغرب مع طبعا البعثة اللي بيترقصها الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي خليني أقول لحضراتكم أن تمرينة النهاردة كانت كافية بشكل كبير جدا أنك تطمن على كل عناصر النادي الاهلي كل العيبة حتى اللي كانت بعيدة في الفترة الأخيرة سواء كان ياسر إبراهيم سواء كان محمد هاني سواء كان برونو سابيو العيبة اللي ما ظهرتش أو ما شاركتش مع الأهلي في المباراة الأخيرة كانت موجودة النهارة بيرسي تاو شارك في التمرينة طبعا بشكل كامل ويمكن خد جزء من المباراة الأخيرة فكانت الحقيقة فرصة أنك تطمن على سكواد النادي الأهلي وعلى كامل جهازاته دي واحدة من النقاط اللي تبني عليها في مباراة أوكلاند بشكل كبير أنا كنت بكلم مع حضراتكم أوكلاند بزي مونتري بطل المكسيكي اللي احنا واجهناه في بداية النسخة الأخيرة أو يعني البطولة الأخيرة للكاس العالم تروح تلعابة مونتري فيه فارق كبيرة جدا بين الكرة في المكسيكو فارق كبيرة شتان الفارق بين المكسيكو ونيوزيلاند طبعا فرقة محترمة ومعاها مدير فني محترم ونتيجهم وأرقامهم أنا هقدم لحضراتكم أنا يمكن حلقة الأربع اللي فات قدمت لكم كده مقدمة عن أوكلاند سيتي وأهم اللاعبين فيه والمدير الفني وشفنا أجزاء ولقطات من المباراة الوداء للعبها هقول تاني اللي ما تبعش الحلقة أنه الفريق مخلص بطولة الدوري في بداية ديسمبر الأخير يعني هو حاليا ما عندهش بطولة محلية وبالتالي دارة الفريق دارة فريق أوكلاند يعني لجأت لفكرة أنها تعمل معسكر في كتالونيا في أسبانيا في المعسكر ده خضوا ثلاث لقاءات خسروا ثلاث لقاءات واحد أمام فريق من الدرجة الثانية اسمه ريديس في أسبانيا ثم بعد كده جونبوك الكوري جونبوك موتورز خسروا مباراة دي واحد سفر ثم مع بارثا أثلاتيك المباراة تلتك يوم ستة عشرين وبالتالي فريق كورتو كويسة المعدة اليقى البدنية بتاعه كويس جدا لكن ما تخافش منه في بطولة زي بطولة كسر عالم كل السيناريهات وردة يعني كل السيناريهات وردة وبالتالي بالتأكيد طبعا فيه تركيش شديد جدا جدا من فرقتنا في مباراة أوكلاند سيتي لكن ان شاء الله على الورق الحسابات بتقول ان الاهلي قادر وخصوصا انه ان شاء الله بإذن الله احنا راحين فولو سكواد مطلوب طبعا نقدم أفضل ما عندنا في المباراة الأولى لانها مش بس هدفها انك تتجاوز المباراة الفتتاحية وتتأهل لمواجهة سياتل ساوندز لكن هدفها بيقول انه لكل فريق وانا متأكد طبعا الاهلي بيتعمله مليون حساب يعني فريق زي أوكلاند سيتي وفريق زي سياتل ساوندز عاملين حساب كبير جدا للنادي الاهلي وخصوصا انك بتكلم على جيل يعني مع كل الاحترام لكل الأجيال اللي شرفت النادي الاهلي قبل كده وشاركت في البطولة بتكلم على 8 مشاركات وبالتالي فيه أجيال مختلفة وشاركت في بطولة كاس العالم من أول ما تم السحداث البطولة دي لكن الجيل الحالي الجيل الحالي للنادي الاهلي الشدناوي ياسر سليا ديانج أفشة شحات شريف الجيل الحالي هو أفضل الأجيال إنجازا هو أفضل الأجيال إنجازا في تاريخ النادي الاهلي واعتقد انه بقى عنده واحد رايح المغرب وما عندوش رهبة أو خوف من المشاركة في بطولة كبيرة جدا وما بترهبوش الأسماء ممكن أقولك في أول مشاركة كان فيه رهبة إنك رايح تلعب أمام الكبار رايح تلعب أمام فريق زي بايم يونيخ أو فريق زي بالميراس طبيعي جدا في أول مشاركة ليك في بطولة زي دي إنك تبقى متكتف إنك تبقى عامل حساب قوي لكل مبارنة بتلعبها لكن المرة دي أنت رايح وإنت مفيش حتة الخوف من المواجهة الفريق اللي قدامك مهما كان اسمه قايا كان اسمه وده ينطبق بشكل كبير جدا على المواجهتين الأولانيين يعني المواجهة الأولى مع أوكلند وإن شاء الله لما نقدر بإذن اللي أنا تجاوز العقبة دي ونواجه سيئات الساوندرز طبعا ده كابتن محمود الخطيبة هو في لحظة وصوله للطيارة ده في ممر يعني دخوله للطيارة واتكلم الحقيقة مع اللعيبة وحفزه موجود كابتن الخطيب في كل المناسبات الكبرى بيصنع الفارق مش بس لأنه رئيس النادي الأهلي ولا رمز من رموز النادي الأهلي لكنه حاجتين مهمين جدا واحد كشخص صدقني بعيدا عن الألقاب أو عن المسميات أو عن المكانة اللي بيتمتع بيها بحكم أنه هو رئيس النادي الأهلي لكن صدقني هذا الرجل ليه مكانة كبيرة جدا في قلب كل لعب كورة طبعا مستر مارسال كولر الجهاز الفني كابتن سامي أمصان شناوي دي لحظات وصولهم أو دخولهم للطيارة اللي هتقلهم لكهرباء كريستو نتمنى إن شاء الله يكون ليه دور الحقيقة كل الكلام الإحسين الشحات كلهم الحقيقة تراهن عليهم بشكل كبير جدا وكلهم الحقيقة لفترة الأخرانية كمان يعني ما تقدرش تنكروا الأهلي من مباراة سموحة في قبل نهاية الكاس ثم مباراة الزمالك لعيبة وسط الحالة بدنية وفنية مطمئنة لحد كبير فخري وفخري واحد من الناس الحقيقة هتقال عليهم كلام كتير ومستنين ده يتشاف في الملعب الحقيقة يعني الراجل طبعا مستر كولر مقتنع جدا بيرسيتاو واحد من العيبة مهمة بورونو سافيو واحد من العيبة المهمة خلد عبد الفتاح لعيب جديد آه بس بيروح الفنية الحامرة وشخصية النادي الأهلي فخليني أقول لكم بس فخري من اللعيبة كمان اللي يمكن ما ظهرتش بالشكل يترأم ويتناسب مع إمكانياتها وكل الكبتن الكبار اللي أنا بصق في رأيهم الحقيقة يعني لما بيتكلموا على فخري في ناس كتير جدا بتقول أنه فخري هو الخليفة الشرعي لمحمد شوي وفي ناس تانية بتقولك لا فخري هو الخليفة الشرعي لحسام غالي يعني الاثنين بالنسبة لي بعض عن بعض جدا يعني شوئي وغالي كل واحد في حتة وده بيكلم في الشرع وده بيكلم في الغرب لكن في النهاية الاثنين سوبرستار أيا كان يعني ستايل لعبهم مختلف من وجهة نظري طبعا المتواضعة جدا أنا بشوف غالي ليه ستايل بعيد تماما عن ستايل محمد شوئي لكن الاثنين في نص الملعب لعيبة تقال جدا ولعيبة كبار جدا جدا وحجم تأثيرهم كان عظيم جدا مع النادي الأهلي فنتمنى إن شاء الله بمناسبة يعني فخري ظهر في الكادر أتمنى إن شاء الله إنه فخري عبر عن إمكانياته فيه وليه لا ما يكونش في البطولة دي خد بالك أنت دايما بتتكلم على أنك أنت عندك خط النص هو الأقوى على مستقى أفريقيا أعتقد مع وجود مروان عطية وأعتقد مع وجود يعني أحط بس علامة استفهام كده لما تتم بالأمور بشكل نهائي لكن أعتقد اسمه ممكن يمثل إضافة كبيرة جدا للنادي الأهلي في الساعات القادمة ومع وجود فخري واحد من الأوراق اللي اتراهن عليها كريستو بيرسيتا وكهربا ومحمد شريف طهر محمد طهر وإحسين الشحات كريستو أعتقد برضو إحنا عندنا الحقيقة في كل الخطوط النهاردة وفرة وكفاءات على أعلى مستوى فعشان كده بقولون البداية السنة دي كده تفوقنا فيها وأبداعنا فيها وقدمنا بطولة كانت الأصعب وكانت النتيجة الأكتر مفاجأة لجمهين نادي الأهلي إنك أنت في الظروف دي والملابسات دي اللي حصلت وتحقق ميداليا برونزية وكانت على حساب الهلال طبعا اللي بيشارك برضو في البطولة الحالية بس سواء في طريق تاني غير طريقنا ممكن نتقابل محدش عارف يعني ممكن جدا أو من الوارد جدا أنك تقابل الهلال تاني لكن فين وإزاي ما حدش عارف يعني 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 حسب بقى سير البطولة خلينا نتكلم في ده بعد بس من اتطمن على مباراة أوكليند سيتي طيب هنتابع معكم لحظة بلحظة طبعا إن شاء الله بإذن الله أو يوم بيوم طبعا وهيبقى فيه طبعا متابعة الأخبار الفريق في المغرب ونطمنكم إن شاء الله على سعادة النادي الأهلي